السلام عليكم وأهلا وسلام فيكم في قناة ناصر جيمارزون هيدا الحمد لله وصلنا لنهاية الأسبوع واللي مثل العادة مع نهاية الأسبوع من لخص الأخبار اللي مرت علينا في عالم الألعاب خلاله في هذا الأسبوع شفنا صاحبنا وصديقنا فيل سبينسر بطلع بكم من مقابل بسم بدنه بزعينه وبحرق أعصابنا وشفنا كمان شركة يوبسوفت اللي مسخمطة مش راد يتهدى الأمور عندها وهينا الآن عم نشوف انه بتم رفع قضية عليها من قبل لاعبين اثنين وكمان شفنا واحد من أساطير تختيم الألعاب أو التروفي هانتلز بيقرر انه يلغي علاقته مع بلاي ستيشن وصوني بشكل أو بآخر وزي ما بلش لو سمحتوا ياريت لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الألعاب عموما وإكس بوكس خصوصا فخلينا بلش بالخبر الأول واللي هو فعليا ثلاث أخبار هيك مدموجين مع بعض يعني بطريقة معينة واللي يعني بالنهاية هذولا ثلاث أخبار متعلقين عن صديقنا وصاحبنا فيل سبينسر فيل سبينسر من خلال الأسبوع الماضي شفناه بطلع في مقابلتين تنتين فيل سبينسر طبعا من خلال هاي المقابلات يعني أكدنا أولا أنه شركة إكس بوكس يشغال على جهاز الهاندهيلد الخاص فيها واللي يعني فعليا خلال الأشهر الماضي اللي مرت علينا كان في العديد من الإشاعات اللي يعني كانت بتلمح أنه شركة مايكروسوفت وإكس بوكس عم بيجهزوا حالهم أنه مشاركونا في جهاز الهاندهيلد أو جهاز اللعب المحمول وشفنا فيل سبينسر بلمحنا أكتر من مرة من خلال بعض اللايكات اللي كان يعملها على بعض البوستات اللي كانت تصير على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت تزيد الزيت على نار الإشاعات المتعلقة في هذا الجهاز الآن صاحبنا فيل سبينسر نوعا ما أنهى هذه الإشاعات بشكل إيجابي ممكن نحكيها لحيث أنه أكد أنه فعلا شركة مايكروسوفت وإكس بوكس شغالين على جهاز إكس بوكس رح يكون جهاز محمول هاندهيلد بس مبدئيا أكد أنه هذا الجهاز هو مش في مراحل متقدمة من التصميم والتطوير تبعه ومن أغلب الظن أنه رح تمر فترة منيحة وطويلة عبين ما نشوفه بنزل على الأسواق واللي طبعا للأسف فيل سبينسر ما حكى أنه متى هاي الفترة الزمنية هل هي سنة سنتين تلاتة يعني الله أعلم بس أنه يعني من الواضح أنه لسه المشروع أمامه العديد من السنوات الطويلة عبين ما نشوف نزول لهذا الجهاز طبعا فيل سبينسر من خلال هاي المقابلات يعني نسأل سؤال وفعليا فتح يعني أبواب جهنم علينا وحكى أنه جهزوا حالكم أنه في مزيد من ألعاب الأكس بوكس الحصرية رح تنزل على أجهزة البلايستيشن أو أجهزة نيتاندو بشكل أو بآخر فيل سبينسر طبعا من خلال الرد تبعه يعني حكى أنه ما في خطوط حمرة لأي لعبة من ألعاب الأكس بوكس الحصرية أنه يمنعها أنها تنزل على جهاز البلايستيشن والنيتاندو سويتش واللي بناء على هاي الشغلة واللي هي زي ما حكى أنه ما في خطوط حمرة منع شركة مايكروسوفت من تنزيل أي لعبة من ألعابهم على الأجهزة المنافسة فمعناه أنه حتى لعبة هيلو ممكن لعبة جيرز وحتى لعبة فورزا ولعبة فيبل ولعبة بيرفيك تارك وغيرها من ألعاب الأكس بوكس الحصرية اللي رح نشوفها تنزل في سنة عشرين خمس وعشرين أو ما بعدها من أغلب الظن وحتى من المحتمل أنه شوفها تنزل على أجهزة بلايستيشن والنيتاندو سويتش طبعا فيل سبينسر أنها الإجابة تبعته بتأكيد أنه يعني حتى لعبة هيلو ممكن أنه شوفها تنزل على جهاز البلايستيشن بس هو حكى على الأقل أنه النسخة الجديدة من لعبة هيلو ما في أي حكي أو نقاشات يعني مبدئيا أنه شوفها تنزل على جهاز البلايستيشن أو الأجهزة المنافسة بس مبدئيا الإجابة تبعته كانت معومة بشكل بتوضح أنه ممكن الإصدار الثاني يعني من بعد ما تنزل اللعبة الجديدة اللي شغال عليها ستوديو 343 سابقا أو ستوديوهات هيلو بالاسم الحالي تبعها طبعا زي ما بتعرفوا ستوديو 343 تغير اسمه وصار الآن اسمه ستوديوهات هيلو فمن المحتمل أنه ممكن النسخة الجديدة من لعبة هيلو يعني بعد ما ينزل اللعبة اللي هو شغال عليها الله أعلم أنها رح تنزل ممكن أنه نشوفها تنزل على جهاز البلايستيشن أو النيتاندو سويتش وممكن برضو نشوف نزول ألعاب Gears سواء كان من لعبة Gears 4E Day أو غيرها من الألعاب الثانية زي ما شفنا لعبة انديانا جونز اند غريت سيركل لما صدمونا في الـ Gamescom وحكونا أنه رح تنزل على جهاز البلايستيشن من بعد فترة جدا قليلة من نزولها على جهاز الإكس بوكس فمشان هيك في السبينسر أنا حاسه في هاي المقابلة يعني أعطى خلاص تصور للعبين الإكس بوكس أنه يعني ما ترفعوا أمالكم كتير أنه في عنا خطوط حمرة ممكن تمنعنا من نزول ألعابنا أو بعض ألعابنا يعني ممكن نعتبرها الألعاب الحساسة والألعاب الحصرية القوية زي ما حكيت يعني على الأقل الثلاث المرح اللي هم ألعاب Halo و Gears of Forza أنه على الأقل تكون هاي الألعاب إلى قدسيتها وخصوصيتها وما تنزل على جهاز البلايستيشن أو نيتندو سويش فصحبنا في السبينسر الآن حكياننا من النهاية ومن الآخر يعني على بلاطة أنه ما في خطوط حمرة تمنع أي لعبة من ألعابنا تنزل على جهاز البلايستيشن أو نيتندو سويش الآن شخصيا ما عندي مشكلة بنزول ألعاب الأكس بوكس الحصرية على الأجهزة المنافسة وخصوصا زي ما حكيت أنا بالنهاية أنه يعني هذا يعتبر مصدر دخل لشركة أكس بوكس اللي تضمن أنه بالنهاية أنه استوديوهات تظلها شغالة وامورها المالية تكون تمامة تمام ونتفادة مثلا إغلاق الاستوديوهات تبعة الأكس بوكس وخسارة بعض العلامات التجارية والألعاب من هون وهناك فمشان هيك أنا شخصيا ما عندي مشكلة بنزول الألعاب الأكس بوكس الحصرية على الأجهزة المنافسة بس أنه هاي هي النقطة اللي عم بيستعملوها بعض اللاعبين بعدم شراهم لجهاز الأكس بوكس واللي بيحكو لك عمي أنه أنا ليش أشري جهاز الأكس بوكس وأنا بقدر مثلا ألعاب كل الألعاب سواء كان على الكمبيوتر أو على جهاز البلاي ستيشن 5 بمقابل مثلا أنه كل الألعاب البلاي ستيشن الحصرية ما مشوف نزول على جهاز الأكس بوكس ومنوع عليها بالمرة أنها تنزل على جهاز الأكس بوكس حتى لو كانت اللعبة خسرانة ومتدمر ماليا وكلفت استوديوهات بلاي ستيشن ملايين لملايين سوني ما عندها مشكل إنها تحرق الأستوديو وتحرق اللعبة بس أهم إشي أنه هاي اللعبة ما نشوفها تنزل على جهاز الأكس بوكس هاي هي النقطة اللي بتجهر الواحد أنه يعني أكس بوكس بتعامل سوني في معاملة غير المعاملة اللي سوني بتعامل أكس بوكس فيها واللي يعني هذا الحكي هو الإشي اللي أنا قاهرني أنه احنا منعطيهم ألعابنا الحصرية بس بالمقابل إنه بلاي ستيشن والسوني مانعين ألعابهم الحصرية عنا بشكل كامل وفي الخبر الثاني شفنا لاعبين أمريكان تنين برفعوا قضية على شركة يوبسوفت بسبب إغلاقها لسيرفرات لعبة الملتيبلاير ذاكرو لعبة ذاكرو هو من الألعاب اللي لزلت في عام 2014 واللي كانت بتركيز اللعب الأونلاين وما كان فيها أي طور قصة بالمرة وكانت من أوائل ألعاب اللي بتطلب اتصال مباشر ومستمر بالإنترنت عشان أنك أنت تقدر تلعبها لأنه فعليا زي ما حكيت هي كانت بتركيز الملتيبلاير وما كان فيها أي نوع من أنواع السينجل بلاير أو الكامبينز بشكل أو بآخر طبعا احنا شفنا أنه شركة يوبسوفت في سنة 23 وتحديدا في شهر 12 بتغلق كامل سيرفرات هاي اللعبة بتنهي إمكانية أنه حدا يقدر يلعب هاي اللعبة بشكل كامل واللي طبعا هذا الحكي يعني شركة يوبسوفت مش أول شركة أنها بتعمله يعني بإغلاق سيرفرات لألعاب قديمة ففي لعبين تينام من أمريكا يعني وخصوصا من ولاية كاليفورنيا فزعلوا ونسن بدنهم على موضوع إغلاق هاي السيرفرات يعني ومن الآخر بينه وبينكم من الواضح أنه الجماعة عبدهم يعني يسرقوا مصاري من شركة يوبسوفت في استغلال يعني بعض الثغرات القانونية اللي ممكن يستغلوها لمصلحتهم عشان أنه يطلعوا لهم كم من مليون من باب أنهم يلعبوا على فكرة أنه يعني زعلانين على إغلاق سيرفرات لعبة ذكرو وأنهم لو كانوا عارفين بيوم من الأيام أنه شركة يوبسوفت رح تغلق هاي السيرفرات لهاي اللعبة كانوا ما شهروا هاي اللعبة من الأساس واللي شبهوا هذا الحكي في قضيتهم أنه شركة يوبسوفت اللي عملته مع لعبة ذكرو كانوا مثلا بيوم من الأيام مثلا كانوا شاريين جهاز بينبول لعبة هاي البنبول الأركيد بعدين اجت الشركة المصنية على هذا الجهاز واخدت كل المعدات الداخلية تبعته والالكترونيات والقطع المختلف اللي فيه وتركت لهم الهيكل العظمي تبعه وحكت لهم هاي هي لعبتكم اللي انتم شاريتوها ودبروا حالكم فيها فدول الجماعة يعني شافوا انه شركة يوتيبوسوفت انها دمرت اللعبة وخلعت الامعاء الداخلية لهاي اللعبة اللي شاروها من قبل سنوات والليز يعني فعليا حكوا انه احنا لو كنا عارفين انه هذا الحكي رح يصير وانه سيرفرات رح يتم اغلاقها كان ما شارينها اللعبة من الاساس طبعا القضية يعني لسه في اولها يعني ومش معروف اذا ممكن انه يتم انهاءها خارج المحكمة وانه يتم في تسويه ما بين هدول اللاعبين وشركة يوتيبوسوفت بس من الواضح ان هدول اللاعبين يعني درسوا القانون نوعا ما وشايفين انه في بعض الثغرات القانونية اللي ممكن يستغلوها عساس انه يطلعوا لهم كم من مليون من هون وهناك وخصوصا انه شفنا قبل فترة ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة الامريكية اشترط على المحلات وخصوصا محلات المتاجر الديجيتال يعني سواء كامل منصات ستيم غيرها من متاجر الديجيتال انها تنبه اللاعبين انهم لما يشتروا لعبة على منصتهم انهم فعليا ما بيشتروها بالمعنى الحرفي وما بتملكوها بينما هي عملية استئجار مؤقت بشكل او بآخر لالعابهم واللي هذا الحكي من اغلب الضن صار بسبب انه العديد من الالعاب يعني بتم سحبها من المتاجر الديجيتال شركاتها بتسكر وسيرفراتها بتم اغلاقها ومشانك بكونوا اللاعبين فعليا كأنهم رموا المصاري تبعتهم في الهوى وما استفادوا بالنهاية في لعبة انهم يلعبوها ويستمتعوا فيها فالقانون الان في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية بشترط على المتاجر انه تنبه الناس واللاعبين والناس اللي بيشتروا اي لعبة من متاجرهم انك انت فعليا ما بتشري هاي اللعبة بينما بتستأجرها لفترة مؤقتة ممكن تكون سنة سنتين تلاتة الله اعلم بس بالنهاية انك انت بمجرد ما الشركة خلص قررت انها تنهي العمل على هاي اللعبة واغلاق سيرفراتها انت فعليا ما اليك اي حق انك انت تشكي او تزعل او ينسم بدنك او شو مكان ومشان هيك الان مع هاي القضية الجديدة اللي تم رفع على شركة يوبسوفت باغلاق سيرفرات لعبة دكرو ممكن انه في بعض الشغلات اللي لازم تم تعديلها في القانون من يوم وطالع اساس انه الشركات انها تتفادى انه اللاعبين يرفعوا بعض القضايا عليها في حال متراند قررت انها تغلق سيرفرات او توقف العمل على العابها وغيرها من الشغلات التانية اللي عم نشوفها صارت الان بشكل جدا كبير جزء من حياتنا بشكل او باخر وفي الخبر الثالث والاخير يعني شفنا واحد من المشاهير يعني اللي يعني يعتبره من اساطير عالم الالعاب واللي هو يعتبر فعليا من اوائل التروفي هنترز اللي شفناهم في عالم الالعاب واللي هو باسم حكوم بي طبعا يعني قصة الان صار انه منسحب وقرر انه يعتزل البلاي ستيشن طبعا يعني الرواية تبعته انا صراحة يعني بعض المتابعين عندي يعني حكولي احكي عنه انا بشكل عام ما بعتبر اني انا يعني لازم اغطي اخبار المشاهير او الصناع المحتوى التانيا بس انه بناء على طلب بعض المتابعين لايلي حكولي احكي عن قضية حكوم يعني يعني ردا لايهم يعني وبناء على طلبهم راح احكي في هذا الموضوع واللي انا صراحة اسمحولي لانه الفيديو صار مدة جدا طويلة راح اجل في حكي هذا الموضوع موضوع حكوم ومشكلته مع بلاي ستيشن والسوني الفيديو ان شاء الله راح نزله بكرة على خير وسلامة فاذا حابب انك انت تحضر هذا الفيديو يعني وتشوف شو رأيي في موضوع حكوم والدراما والقصة تبعته اتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان لما ينزل الفيديو ان شاء الله بكرة ينبهك اليوتيوب وتقدر انك انت تحضر الفيديو وتشوف رأيي في موضوع حكوم وبلاي ستيشن وبهيك بنكون وصلنا مبدئيا الى نهاية فيديو الاخبار اللي غطينا فيه بكل الاخبار اللعاب اللي مرت علينا خلال فترة الاسبوع الماضي فأتمنى لو سمحتوا في نهاية الفيديو ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى شكرا لكم الى المشاهد نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى تاني والسلام عليكم